مشاهدينا لو تفتكروا معايا في حلقة أو في حلقات سابقة بالتحديد الأسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمت عن مشكلات موجودة في قرية ششتة بمركز زفتة المشكلات دي كانت بتتضمن صرف صحي وتعليم وطرق وأيضا في مشكلات للزراعة ومركز الشباب جالي استجابة وجلنا تليفون دلوقتي بشكره طبعا الأستاذ خيري حمزة رزق رئيس مجلس إدارة مركز شباب ششتة بمركز زفتة مساء الخير أستاذ خيري السلام نوريا فاني أهلا بحضرتك يعني احنا قولي إيه اللي تم دلوقتي أو إيه اللي حصل محيل الأول أشكر حضرتك دكتورة جهان وفريق الإعداد ببرنامج تسعين دقيقة وقناة المحور وبشكر الإعلامي لأستاذ محمد فودة نظرا لاستجابة السيد وزير الشباب المحترم المهندس خالد عبدالعزيز منجدتي في برنامج سيادتكم وكت أنا عملت منجدة لسيادته بأن احنا عندنا مستحقات لهاية الأوقافة المصرية في حدود خمسين ألف جنيه وعلى الفور تاني يوم المناجدة كان جالي فاكس على طول مباشرة من الوزارة ومدورية الشباب سوز محمد إسماعيل وكيل الوزارة وعلى الفور تم صرف 30 ألف جنيه لمركز شباب شيشته لسداد جزء من مستحقات مركز الشباب وإن شاء الله هنكمل على بيئة المبلغ من الإرادات الواردة اللي مركز شباب عبر الملعب والدخل بتاعته هاي يعني يجي لحضرتك 30 ألف جنيه بعد الحلقة اللي فاتت ومنجدتنا للمسؤولين طبعا يا فندم وصل 30 ألف جنيه يعني احنا طبعا بنشكر كل اللي ساهم وساعد واللي هيساهم أكتر ويساعد في تطوير بقية مشكلات قرية ششته بمركز زفتا ومش ششته بس ده كل محافظات مصر ويا رب إن شاء الله بالتوفيق يا أستاذ خيري ربنا يخليك يا فندم وأنا عايز أشكر حضرتك وأشكر الأستاذ محمد فودا ده دورنا يا فندم ده قال لها حاجة ربنا يخليك يا فندم والأستاذ محمد فودا مش يعني الشهد تتبقى مجروحة في حقه على أساس أننا من مركز زفتا وهو ابن مركز زفتا اللي هو خادم المركز بأكمله هو فعلا في صدد مطالبتنا له في عملية الصرف الصحي لقرية ششته وقفر ششته وقرية شبراميلس القرية الأم في 90% من عملية الصرف بعد إحضار موافقته في سنة 2014 تم تنفيذ فعلا جزء كبير حوالي 90% من القاري ولكن كانت متوقفة على محطة الصرف محطة الرافة وقفر ششته ومحطة قرية شبراميلس اللي الأستاذ محمد فودا جاب لها قرار تخصيص من هيئة الأوقاف المصرية وعلى حد علمي من قيمة تقريبا يومين اتنين تم التصديق في محضر مجلس إدارة من السيد المشترم اللي بشكره اللواء السيد اللواء السيد عبد الرقوف العشري رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي على استجابته السريعة وإن شاء الله بنشكر كل اللي ساهم وكل المسؤولين في محافظة الغربية بس يعني أستاذ خيري حضرتك كان ليك مناشدة بخصوص مركز الشباب من وزارة الأوقاف حضرتك تقولها على الهواء تفضل أنا بناشد السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية بتخفيض قيمة الإيجار مركز الشباب الشيشة لأن احنا مش هنقدر ندفع ولا هنلتزم بالقيمة الهيئة فرضتها في 1-7-2015 تخفيض إيجار مركز الشباب أيها إيجار الملعب طب هو كان يا فندم الإيجار اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ هو حضرتك تسلسل كده للأحداث حضرتك كان فيه أضيع مرفوعة وكان فيه سنة سجنه 130 ألف جناه رغم عليك رئيس مجلس إدارة بصفتي وليس بشخصي وحضرتك اللي سنة محمد فودة تدخل في شهر 12-2014 وعملنا مصالحة مع هيئة الوقاف والإعلام من محمد فودة دفع من جيبه الخاص 24404 لعمل مصالحة مع الهيئة وتمت المصالحة الحمد لله أنا بشكر حضرتك أستاذ خيري حمزة رئيس مجلس إدارة مركز شباب ششتة بمركز زفتة وطبعا بنبركلك على 30 ألف اللي وصلوا لمركز الشباب وبشكر كل المسؤولين اللي سمعوني وسمعوا النداء بتاعي واستجابوا لفريق 90 دقيقة بشكركم جدا على المبلغ ده اللي راح لمركز شباب زفتة ويا رب مركز شباب ششتة بمركز زفتة وبتمنى إن بقيت مشكلات قرية ششتة تتحل لأنه كانت مشكلات كتيرة لو تفتكروا حضراتكم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت وطبعا بضم صوتي لصوت الأستاذ خيري لو تقدر وزارة الأوقاف تقلل إيجار مركز شباب ششتة ياريت يساعدوهم في ده